تعد مدينة مأرب من المدن اليمنية التي شهدت تطورا ملحوظا في مجال الرياضة وخصوصا في رياضة كرة القدم ومن أبرز مظاهر هذا التطور هو انتشار الملاعب الخماسية التي أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الشباب وعشاق الرياضة وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد الملاعب الخماسية في المدينة إلا أن الطلب على هذه الملاعب لا يزال مرتفعا من قبل ما كان في ملاعب في مأرب عشب اللب عددان أصعب كان أغلبها ترابية حاليا توفرت الملاعب العشب وليست في ذلك الكمية المطلوبة ولا بالجودة العالية جودتها سيئة وبالكاد تكون رديئة يعني برغم جودتي هذه ما زال علي ضغط وحجز مستمر والشباب والمدينة متحطشون لملاعب جودة أفضل وملعب خماسية كثيرة لكي يمارسون الرياضاتهم وألعابهم بأريحية تامة وجودة أفضل شغف كروي شبابي يسعى دائما للبحث عن أماكن لممارسة الرياضة القدم المفضلة غير أن الملاعب الخماسية وفرت بيئة مثالية لممارسة اللعبة ومكنت اللاعبين من الاستمتاع بتجربة اللاعب في أجواء تنافسية ومع ذلك فإن عدم جودة الملاعب الخماسية هو ما يؤخذ عليها والتي بطبيعة حالها تعاني من قلة الصيانة وغيرها من الإشكالات المتعلقة بالأرضيات والمرافق التي تحتاج إلى معالجات واهتمام أكبر من الجهات المعنية لضمان توفير بيئة الرياضية مناسبة للشباب تظل الملاعب الخماسية في مارب نقطة جذب للشباب ورغم التحديات المتعلقة في الجودة فإن الطلب يعكس أهمية هذه الملاعب بالنسبة للمجتمع الرياضي ومن الضروري العمل على تحسين هذه الملاعب لتلبية احتياجات اللاعبين وتعزيز ثقافة الرياضة في المدينة لبرنامج أضواء سهيل عبد الرحمن المجمر ترجمة نانسي قنقر